بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن عشبة توصف بأنها عشبة طبية وصحية بشكل لا يصدق هي عشبة الأشواجندا فما هي الفوائد الصحية المثبتة علميا لعشبة الأشواجندا اسم الأشواجندا أو الأشوغندا هو عبارة عن كلمة باللغة السينسكريتية تعني رائحة الحصان إشارة إلى كل من رائحة العشب الفريدة وقدرتها على زيادة القوة وتعرف أيضا بالعديد من الأسماء الأخرى ويطلق عليها الجذور الدهبية وجذور العبعب المنومة والجنسنك الهندي والكرز الشتوي سم الفراخ العبب والوتانيا المنومة تصنف هذه العشبة على أنها من الأعشاب الآمنة والتي تتكيف مع حالة الجسم مما يعني أن بإمكانها المساعدة في السيطرة على المستويات الطبيعية في جسم الإنسان والسيطرة على الشعور بالإجهاد كما توفر عشبة الأشواجندا أيضا العديد من الفوائد الصحية ويمكن أن تساعد هذه العشبة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الكورتزول وتعزيز وظائف المخ والغدة الدرقية والمساعدة في مكافحة أعراض القلق والاكتئاب وللجسم بشكل عام وقد لخصنا في هذا الفيديو أهم الفوائد المدعومة بالأدلة العلمية لمكملات الأشواجندا فاصل ونواصل تعتبر الأشواجندا من الأعشاب الطبية القديمة فقد تم استخدام هذه العشبة لأكثر من 3000 سنة لتخفيف الإجهاد العصبي وزيادة مستويات الطاقة وتحسين القدرة على التركيز نبات الأشواجندا هو شجيرة صغيرة بها زهور صفراء موطنها في الهند وشمال إفريقيا تستخدم المستخلصات أو المسحوق من جذور النبات أو أوراقه لمعالجة مجموعة متنوعة من الحالات الصحية وتعزى العديد من فوائدها الصحية إلى تركيزها العالي من الوثانوليدات والتي ثبت أنها تقاوم الالتهابات ونوو الأورام فمن فوائدها أنها تخفض من مستويات السكر في الدم وفي العديد من الدراسات تبين تأثير الأشواجندا في تخصيد مستويات السكر في الدم في كل من الأشخاص الأصحاء والأشخاص المصابين بمرض السكر والأكثر من ذلك وجدت دراسة أخرى صغيرة أجريت على ستة أشخاص يعانون من مرض السكر من النوع الثاني مع مكملات الأشواجندا لمدة 30 يوما انخفاض في مستويات السكر الصائم في الدم بشكل فعال مثل دواء السكر الذي يأخذ عن طريق الفم أيضا قد تخفض مستويات الكوريسترول والدهون الثلاثية بالإضافة إلى آثارها المضادة للالتهابات قد تساعد مكملات الأشواجندا في تحسين صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوريسترول والدهون الثلاثية والدراسات البشرية الخاضعة للرقابة لاحظت بعض التحسينات المثيرة للإعجاب في المؤشرات الإيجابية ومن فوائدها أيضا يمكن أن تقلل من مستويات الكورتيزول وهرمون الكورتيزول اللي هو طبعا هرمون الإجهاد العصبي التي تطلقه الغدد القضرية استجابة للحالات المجهدة التي تسبب التوتر والقلق وقد تصبح مستويات الكورتيزول مرتفعة بشكل مزمن مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة تخزين الدهون في محيط البطن وقد أظهرت الدراسات أن مكملات الأشواجندا قد تساعد في خفض مستويات الكورتيزول أيضا للعشبة خصائص مضادة للسرطان لقد وجدت الدراسات التي أجريت أن مكملات الأشواجندا تساعد في عملية الموت المبرمج للخلايا السرطانية كما أنها تعوق نمو الخلايا السرطانية الجديدة بالعديد من الطرق أولا يعتقد أن الأشواجندا تنتج أنواع من الأكسجين التفاعلي والتي تعتبر سامة للخلايا السرطانية ولكنها ليست خلايا طبيعية ثانيا قد يتسبب ذلك في أن تصبح الخلايا السرطانية أقل مقاومة لموت الخلايا المبرمج وتشير الدراسات التي أجريت إلى أنها قد تساعد في علاج عدة أنواع من السرطان بما في ذلك سرطان الثدي والرئة والقولون والمخ والمبيض وعلى الرغم من عدم وجود مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج على البشر حتى الآن إلا أن نتائج الأبحاث التي أجريت حتى الآن واعدة ومشجعة للغاية ومن فوائدها أيضا قد تساعد في تقليل التوتر والقلق ربما تكون أكثر الأسباب وراء شهرة عشبة الأشواجندا هي قدرتها على تقليل الشعور بالتوتر وقد أظهرت العديد من الدراسات البشرية أنه يمكن لمكملات الأشواجندا التقليل بشكل فعال من الأعراض في الأشخاص الذين يعانون من الترابات التوتر والقلق ففي دراسة استمرت لمدة 6 أسابيع أبلغ نسبة 88% من الأشخاص الذين تناولوا مكملات الأشواجندا عن شعورهم بانخفاض في القلق مقارنة بنسبة 50% من الأشخاص الذين يتناولوا دواء وهميا ومن فوائدها أيضا قد تقلل من أعراض الاكتئاب فعلى الرغم من أنه لم يتم دراسة أثرها بدقة إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن مكملات الأشواجندا قد تساعد في تخفيف الشعور بالاكتئاب ومن فوائدها يمكن أن تعزز هرمون التستروسترون وتزيد من الخصوبة لدى الرجال قد يكون لمكملات الأشواجندا تأثيرات قوية على مستويات هرمون التستروسترون والصحة الإنجابية ففي أحد الدراسات التي أجريت على 75 رجل يعانون من العقم أظهرت المجموعة التي عولجت بمكملات الأشواجندا زيادة في عدد الحيوانات المنوية وحركتها وزيادة كبيرة في مستويات هرمون التستروسترون وفي دراسة أخرى حصل الرجال الذين تلقوا مكملات الأشواجندا كعلاج للإجهاد العصبي على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة وجودة أفضل للحيوانات المنوية بعد ثلاثة أشهر من العلاج وقد أصبحت نسبة 14% من زوجات هؤلاء الرجال حوامل ومن فوائدها أيضا قد تزيد من الكتلة العضلية وقوة الجسم أي بناء العضلات لقد أظهرت الأبحاث أن مكملات الأشواجندا قد تحسن تكوين الجسم وتزيد من قوته ففي دراسة لتحديد جرعة آمنة وفعالة من مكملات الأشواجندا اكتسب الرجال الأصحاء الذين تناولوا الأشواجندا قوة فيف العضلات بعد تناولها لمدة 30 يوم ومن فوائدها أيضا قد تقلل من الالتهابات وجدت الدراسات التي أجريت على البشر أنها تزيد من نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية وهي الخلايا المناعية التي تقاوم العدوى وتساعدك في الحفاظ على صحة جيدة ومن فوائدها قد تساعد على تحسين وظائف المخ بما في ذلك تحسين الذاكرة أظهرت الأبحاث أنها تعزز النشاط المضاد للأكسدة الذي يحمي الخلايا العصبية من الشوارد الحرة الضارة وعلى الرغم من أن عشبة الأشواجندا استخدمت بشكل تقليدي ومنذ زمن بعيد لتعزيز الذاكرة في ممارسات طب الإيروفيدا البديل إلا أن هناك عدد صغير من البحوث البشرية التي أجريت في هذا المجال وأظهرت دراسة أخرى لمدة ثمانية أسابيع في خمسين بالغا أن تناول 300 ميلي جرام من مستخدص جذور الأشواجندا مرتين يوميا حسن بشكل ملحوظ من الذاكرة العامة والقدرة على أداء المهام وحسن الانتباه وأخيرا تعتبر مكملات الأشواجندا من المكملات الآمنة لمعظم الناس ومتاحة في العديد من المتاجر وأخيرا مثل ما تعودنا لابد أن نذكر بعض المحاذير من استخدامها فلا ينبغي أن يأخذها النساء الحوامل والمرضعات ويجب أيضا على الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية تجنب مكملات الأشواجندا ما لم يصرح لهم الطبيب بذلك ويشمل هذا الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الذئبة والتهاب الغدة الدرقية والنوع الأول من داء السكري هذا الممنوع يأخذ الأشواجندا أو مكملات الأشواجندا بالإضافة إلى ذلك يجب على أولئك الذين يتناولون أدوية لمرض الغدة الدرقية أن يكونوا حذرين عند تناول مكملات الأشواجندا لأنها قد تزيد من مستويات هرمون الغدة الدرقية لدى بعض الأشخاص قد يؤدي ذلك أيضا إلى تخصيد مستويات السكر في الدم وضغط الدم لذلك قد تحتاج إلى تعديل جرعات الدواء إذا قررت تناول هذه المكملات إذا كنت ترغب في تجربة مكملات الأشواجندا فابحث عن الكبسولات المصنوعة من مستخلص الجذور أو المسحوق وانتبه إلى مقدار الجرع المناسب لك وعادة يكون ذلك موضح على تعليمات الاستعمال على المنتج يعني على العلبة يكون طريقة الاستعمال والجرع ومقدار الجرع المناسب وقد أصبحت المكملات الغذائية متوفرة في العديد من متاجر التجزئة بما في ذلك متاجر الأطعمة الصحية ومتاجر بيع الفيتامينات والمكملات الغذائية وأيضا توجد في الصيدليات حبيبنا بهذا القدر لخصنا لكم موضوع الفوائد الصحية المثبتة علميا لعشبة الأشواجندا ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع للإستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين زوارا تفاعلكم اثقاتكم بنا من راحب زوارنا الجدد اللي عم بيشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته